برحباً في عملية العلمية في كل مرحبات السلام عليكم اليوم سوف نتحدث عن المتحدث عن الانتراضية والدكتر نحن أخذنا الفيديو اللي فات كيف نفعل الانتراضية والدكتر النهاردة هناخد بقى الانتراضية والدكتر الجملة الأمرية والنصيحة اول حاجة بنعملنا زي ما احنا عارفين بنغير said or said to الى asked اللي هو سألة الى advised نصحة الى ordered warned encourage تاني حاجة هنشيل اللي موجودين عندنا دول هنربط الجملة بقى عندنا هنا to plus infinitive لو الجملة ديت مثبتة or not to plus infinitive لو الجملة دي منفية شايفين بقى احنا هنا محاولين ازاي بقى الفيربس بتاعتنا اللي هي زي ما بتاعنا بتاع said to حاولنا خلينا told advised encouraged warned ordered asked invited طيب هنشوف بقى دلوقتي امثلة عليها وقلنا to or not to infinitive number one بيقول لي example number one tidy your cupboards ودي said my mother ماما بتقول ايه ماما بتقول هنا ده الفعل بتاعنا هو فعل امر imperative verb ماما بتقول روائي الدولاب بتاعك said my mother ماما اللي بتقول لي طيب يبقى لما نيجي بقى نغيره نعمل ايه اول حاجة هنبدأ بهنا my mother اللي هي الفاعل وهنا said عشان الجملة دي فيها امر يبقى ordered إذا ولما عندنا sentence بدأ بالفعل على طول يبقى اسمها imperative sentence جملة امرية عشان بدأ بالverb مفيش subject هنا يبقى my mother ordered me لان هي بتقول لي tidy your cupboard روائي الدولاب بتاعك يبقى بتكلمني انا يبقى ordered me وشننا quotations mark دي وحطينا بدلها to لان طيب هنا جاية في الجملة المثبتة يبقى to tidy my cupboard غيرنا your لماي لان هي بتكلمني انا وحطينا فلوس طوب كده احنا ربطنا الجملة وحطينا ordered بدل quotations mark طيب number two ولي don't play with matches ما تلعبش بالكابرية dad said to ali وحطيط لي هنا بين brackets كايب لي ايه بقى warned بيحذر بابا بيحذر بابا بيحذر بيقول لي ما تلعبش بالكابرية يبقى dad warned ali لان هو جايب هنا ايه dad said to ali بغيرنا said to لي warned لان الجملة فيها تحذير don't play ما تلعبش بيه الماتشز لان فيها خطورة علي يبقى هنا الجملة فيها تحذير استخدمنا verb warned حذر علي not to ليه بقى لان هنا عندي الجملة بتاعتي negative فيها نافية don't فعل امر بس منفي don't هو يبقى not to وهنحط play في الانفينيتيف with matches number three would you like to go with me to cinema ودي question mark يبقى ده السؤال heba said to mona وهنا فيه عندي بين to practice كده بيقول لي ايه invited يعني mona عزمة مين هم هبا عزمة mona يبقى heba invited mona غيرنا said to لانفايت لان هنا بتعزم عليها تدعوها to go يبقى شوف احنا عملنا هنا would you like دوت ده الاسلوب بتاع inviting يبقى شناه وجبنا to infinitive يبقى الجملة اللي فيها دعوة بشيل كل الفربات دي واجي على الكتوب وحط الفرب في infinitive with her يبقى شنا me وحط ناهر لان اللي بيكلم mona عزمتها على السينيما اخذ بالك ده بيعتمد اعتماد كل وجزئي على الميني بتاع 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 نازم تعرف اللي بيكلم ده بيكلم مين بيكلم هي بيكلم شي بيكلم مي انا يبقى مي يبقى لازم الاول تفهم بتاع 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 النصيحة عشان اعرف اغير حسب الزم بتاع الجملة هشوف انا هستخدم افعال ايه هستخدم 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 تحذير هستخدم هستخدم يبقى دي الحالة بتاعة نمبر 2 اللي هي يبقى الحالة بتاعت النهاردة بتتكلم على الجملة الامرية هبدأ بالفعل مباشرة هجيب اقول ابدأ ادونت اقول جو يبقى الفيرب عندي يبدأ في اول يبقى احنا كده اسمها جملة امرية اهو الفيرب جي في الاول تادي ده فعل امر يبقى دي الامبر يبقى بنصح فيها هنا وفي عندي الدعوة يبقى دي يبقى على حسب ما انت تقرأ معنا الجملة هو اللي هيحدد لك هتختار اني واحدة من دول ولما طالما فيه اتفاق ان فيه عندنا آآ ستو على طو بتحولها لأسكد أو أدفايز أو أورد أو وورن أو انكرج طب افرد بقى زي احنا لقينا سي بس لقينا سي بس يبقى ست بس يبقى طالما ما فيش مفعول يبقى انت يعني لازم بنصح بفي مفعول بيطلب من حد يبقى في مفعول وورن بيحذر يبقى في مفعول يبقى يبقى في مفعول بيسأل يبقى يبقى كل دول لازم هنغيرهم اللي هي ست عشان هنا هيبقى في عندي اوبجيكت اللي هو المفعول طالما في عندي مفعول لازم نغير الزمن بتاع القول ونغير ونحزف ونربط بتو الجملة المنفية ونغير الضمائر اللي جوه وطبعا حون ربطنا بالفيرب ده خليناه في لانه جاي بعد تو ربنا معاكم ان شاء الله ويوفقكم يارب الفيديو يكون عجبكم